موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحييكم مشاهدنا الكرام وأرحب بكم إلى حديث الصحافة لهذا اليوم إلى متى سيرضى العرب أن يحكموا بممياءات على حفة القبر عملا بمقولة إلى الأبد فهل عقمت أرحام النساء عن إنجاب زعماء يحملون هم وطنهم ومواطنهم في هذا السياق نشرت صحيفة القدس العربي بعنوان بنيفليس يعتبر رئاسة الجزائر شاغرة بسبب مرضي بوتفريقة حيث يقول علي بن فليس المرشح الرئاسي للجزائر إن منصب رئاسة الدولة في البلاد يعيش شغورا بسبب مرضي رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفريقة وغلى إن هناك حالة شغور يعيشها أعلى هرم السلطة فالمراسم معطلة والهيئات يتم تسيرها بالنيابة خلافا لما ينص عليه الدستور كما أن عشرات السفراء الأجانب ينتظرون تسليم أوراق اعتمادهم في غياب من يمنحهم هذا القرار في إشارة إلى أن رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفريقة الذي يملك هذه الصلاحيات مرض هذا ولم يشارك بوتفريقة في حملته الدعائية لانتخابات الرئاسة التي جرت في إبريل نيسان الماضي وأناب عنه رؤساء أحزاب داعمة له ومسؤولين في الدولة كما وصل بعد انتخابه لولايات الرابعة نشاطه من داخل المقرات الرئاسية في وقت ينوب عنه مسؤولون في الدولة في النشاطات الميدانية وتمثيل الجزائر في المحافل الدولية وحسب بن فليس والذي كان المنافسة الأول لبوتفريقة في انتخابات الرئاسة الأخيرة فإن هذه الانتخابات كانت محطة لإطالة عمر أزمة الشرعية وشغور السلطة ماذا يحدث عندما توصل الشعوب باختيارها الحر الإسلام المعتدل إلى صندوق الانتخاب ثم يتم الانقلاب على خيار الشعب عن هذا الموضوع كتب تيسير الغول في صحيفة السبيل الأردنية بعنوان سياسة الإقصاء أنجبت داعش جاء فيه ليس تمت جدال في أن الاتجاه الإسلامي الصادق بصياغاته الإسلامية المعتدلة له دور بارز إن لم يكن الأبرز في فهم الأحداث والفاعليات والمواقف اليومية التي تعيشها الأمة فقد أصبح المواطن العربي يميز بين الغث والسمين وبين الأطروحات الهزيلة والصياغة الميدانية للحدث الإسلامي والذي هو جزء من حياة الناس وتفاعلهم فعلى المستوى الجماهيري كذلك استطاع الاتجاه الإسلامي أن يفرض نفسه رغم هذا الكم الهائل من الزحام الحزبي سواء كان في الميدان المحلي أو الإقليمي لقد أنا للحكومات العربية أن تعلم أن طريقة التجاهل والتطنيش هي التي أنجبت داعش وسوف تنجب أسوأ من داعش إن بقيت تتعامل مع التيار الإسلامي معاملة البعير الأدرب لقد أنا للحكومات العربية تعلم أن الطريقة الوحيدة الناجحة في التعامل هي طريقة الطاولة المستديرة والاجتماع على ثوابت محبة الوطن وقوة الانتماء للبلد الذي نعيش فيه أو ننتمي إليه وقد أنا أيضا لأنظمتنا العربية أن تعلم أنه ترسخ لدتيار واسع من الخبراء والسياسيين قناعة أكيدة وهي أن إصلاح العالم العربي ومنحه الحرية في التعبير ضرورة ملحة لمواجهة قوى التطرف وكبح جماحه وذلك بعدم خلق عزلة بين الأنظمة وشعوبها تكون هذه العزلة أرضا خصبة وظروفا ملائمة لتطرف الفكري والتعصب المذهبي وإن اندماج الإسلاميين في الحياة السياسية العربية يأتي في سياق إدراك داخلي وخارجي لأهمية الإصلاح السياسي وضرورته من ناحية وعدم القدرة على التجاوز ظهور الإسلاميين وحضورهم في الشارع من ناحية أخرى أما إذا أصرت الأنظمة العربية أن تتعامل مع الحركات الإسلامية على قاعدة الإلغاء والإقصاء فإن الحديث عن الحرية سيظل مجرد حديث شكلي غير واقعي لا يلامس قبول الإسلاميين في اللعبة السياسية كشريك وطني فعال له القدرة على المشاركة الفعلية في التغيير والإصلاح والإنماء ما هي نتائج الحرب على تنظيم الدولة حتى الآن وهل التحالف رابح أم خسر نشر موقع سي أن أن عربية مقالا بعنوان محلل أمريكي للسي أن أن داعش القوة الأكبر بالمشرق حاليا وفاز خمسة صفر على جيوش سوريا والعراق والأكراد والنصرة وحزب الله قال كريستوفر هارمر محلل شؤون العسكرية البحرية بمعهد دراسات الحرب الأمريكي إن تنظيم الدولة الإسلامية المعروفة إعلاميا بداعش قد يكون حاليا القوة الأقوى في المنطقة ورد على وصف النائب البريطاني جورج جالوي للتنظيم بالجيش الوهمي رد على ذلك بالقول إن ذلك الجيش الوهمي انتصر خمسة صفر على سائر القوة ورد على سؤال في مقابلة للسي أن أن حول فعالية الضربات قال هارمر الضربة الجوية حتى الآن مذهلة على المستوى التكتيكي ولكن على الصعيد الاستراتيجي فلا معنى لها وأضف هارمر المشكلة الحقيقية التي نواجهها في سوريا هي أن قوات المعارضة المعتدلة تتعرض لضغط شديد من قوات داعش ومن نظام الأسد وطالما أن المعارضة ستبقى واقعة بين المطرقة والسندان فلن يكون هناك طريقة للنجاح بالمهمة يجب زيادة عدد القوات التي سندربها إلى أكثر بكثير من مجرد خمسة ألاف عنصر وعلينا أن نوفر لها أسلحة أفضل وكذلك التواصل مع الأجهزة الأمريكية التي تجمع المعلومات وحول المقارنة بين المهمة في العراق والمهمة في سوريا قال هارمر لن نتمكن من القضاء على التنظيم دون أن يكون لنا على الأرض قوات يمكننا الوثوق بها تحارب داعش اليوم هناك قوات مماثلة في العراق وهي البشمرق الكردية شمالا والجيش العراقي جنوبا وأظن أن تلك القوات مع الدعم الذي تحضى به من الطائرات الأمريكية ستتمكن من دفع داحش إلى الانسحاب أما في سوريا فنحن أمام لعبة بقواعد مختلفة ولا أظن أن نتيجة جيدة لصالحنا حتى الآن نعم هي أخطر أيام بشار الأسد والأكيد أن مجرما دمشق لا يخرج هذه المرة من الأزمة بمثل الفرص التي كان سيخرج بها منذ اندلاع الثورة صحيفة الشرق الأوسط نشرت مقالة لطارق الحميد بعنوان أخطر أيام بشار الأسد جاء فيه ارتباك الأسد وكذبه لحظة الإعلان عن بدء انطلاق ضربات التحالف الدولي العربي الجوية في سوريا وإلى الآن أمرا واضح فالأسد أراد أن يقول إنه حليف للمجتمع الدولي وشريك في الحرب على الإرهاب وذلك حفظاً لماء الوجه أمام طائفته خصوصاً أن حزب الله يقاتل السوريين نيابة عنه والجنرال الإيراني قاسم سليماني يشرف على أمن دمشق بينما يتحرك المجتمع الدولي الآن لردع داعش فما دور الأسد؟ وما الذي يفعله تحديداً؟ اليوم نحن أمام واقع ضربات جوية دولية عربية مستمرة بسوريا واستدعم دولي متزايد والحديث الآن بات عن تدخل بري وإمكانية إقامة مناطق آمنة حيث يقول أردغان إنه لا يمكن القضاء على مثل هذه المنظمات الإرهابية بالغراط الجوية فقط أقوات البرية تلعب دوراً تكملياً يجب نظر للعملية كوحدة واحدة فالأسد بات يدرك أن ما بعد الضربات الجوية مختلف تماماً عما قبلها ولذا تظهر الآن ورطة وليد المعلم الذي ناقض نفسه في ثلاثة أيام فبعد أن أعلن نظام الأسدي كذباً أنه تم إختارهم بالضربات وأنه يوافق على محاربة الإرهاب قال المعلم إن إختارهم لا يعني الموافقة ثم عاد بالأمس ليقول إن النظام الأسدي مع أي جهد لمحاربة الإرهاب ومن هنا فإن ورطة الأسدي حقيقية وخصوصاً بعد إقرار مجلس الأمن الدولي وبالإجماع قراراً تاريخياً تحت بند الفصل السابع والذي يعني حق استخدام القوة يقضي بحق تصدر المقاتلين الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب المجموعات الإرهابية بسوريا ومن شأن هذا القرار أن يخول المجتمع الدولي حق التدخل بالأزمة السورية عسكرياً والقصة الآن قصة تفسير القرار الأممي لا أكثر ولا أقل خصوصاً أنه لا اختلاف بين داعش وحزب الله وكافة الميليشيات الشيعية التي تقاتل دفاعاً عن الأسد فجميعها منظمة إرهابية ولا علاقة لها بسوريا ولذا فإنها أخطر أيام الأسد هل ما زال بشار الأسد الحارس المدلل للولايات المتحدة وإسرائيل؟ طبعاً في ظل غياب البديل حتى الآن كتب زهير سالم مقالاً في موقع الشرق العربي للدراسات بعنوان القصف الأمريكي على المتطرفين في سوريا هو البديل عن دعم الثورة والثوار الحقيقي جاء فيه الولايات المتحدة لا تثق بالشعب السوري السوري ولا بالثوار السوريين السوريين ولا بالمعارضة السورية السورية حقيقة كان بعضنا يعرفها ويتجاهلها وبعض يشككوا فيها وبعض يحاولوا أن يلتف عليها وبعض يحاولوا تغييرها وكثيرون بذلوا جهودهم وعجزوا أو أخفقوا وفاشلوا أو لم ينجحوا وكثيرون يأسوا وبعض لنعدام خياراتهم ما زالوا بالنسبة للأمريكي ما زالت عصابة بشار الأسد هي المدينة المستقبلية المعتمد وتعني العبارة بالدقة عصابات بشار الأسد بدون شخصه عصابة الأسد ودائرة طيفه هم الأمل الأمريكي لسوريا المستقبل وعندما يخادع الأمريكي بمطالبة بشار الأسد بالرحيل فهو لا يشمل في الخطاب شركاءه في الجريمة لا من السوريين ولا من اللبنانيين ولا من العراقيين ولا من الإيرانيين وهذه حقيقة أخرى يجب علينا أن نواجهها ونتحمل مسؤوليتها حتى لا نخرج من حكم بشار إلى حكم عشر ألف يوم تقريبا هي عمر الثورة السورية هل سمعتم مرة واحدة مباشرا دينيا أو مدنيا غربيا يتحدث عن بطولات الشعب السوري أو عن روائع التضحيات التي قدمها ويقدمها الرجال والنساء والشيوخ والأطفال في حين كانت كل دوائر الاستخبارات الغربية وكل الساسة الغربيين يعلمون من شأ جماعات التطرف والمتطرفين ومبتدأ أمرهم ومنتهى فإنهم يصرون دائما على التشنيع على الثورة والثوار بأفعال هؤلاء وبأقوالهم وخطابهم المسقولين بعناية في مختبرات الطائفية والإثم في طهران وفي غير طهران لأن هذه الثورة عندما ستكون قادرة على إسقاط مشروع التطرف والمتطرفين ستكون في الوقت نفسه قادرة على إسقاط نظام الإرهاب والإرهابيين والاستبداد والمستبدين وهذا ما يرفضه الأمريكي وحلفائه وهذا الذي ما زال يضعنا العراقيل في وجهه منذ سنين بعد بيع النفط لتمويل نشاطاته الإرهابية باعش يمول نفسه ببيع تاريخ وتراث المنطقة نشر موقع فرانس فان كاتر بعنوان اليونسكو تنظم الدولة الإسلامية يبيع قطعا أثرية عراقية لتمويل نفسه صرح خبراء ودبلوماسيون في منتدى لليونسكو بعنوان التراث العراقي في قطر صرح بأن تنظم الدولة الإسلامية يعمد إلى بيع قطعا أثرية عراقية لتمويل نفسه وقال مدير المعهد العراقي لصيانة الأثر والتراث إن التنظم المتطرف يقوم بأعمال تنقيب لبيع الأثر في الخارج عبر دول مجاورة وأن هذه الأموال تمويل الإرهاب ويذكر أن تنظم الدولة الإسلامية الذي يعتبر أن التماثل وثانية نسف في هذا السياق العديد من الكنائس وغيرها من النصب والمواقع من التراث المسيحي أو اليهودي أو الإسلامي كما قال العديد من المتحدث من جهتها قالت المديرة العامة لليونسكو إيرينا بوكوفا أنها أبلغت كل الدول الأعضاء وكبرى المتاحف في العالم وسوق الفن بهذه الأمور إضافة إلى جميع المعنيين بمكافحة التهريب مطالبة إياهم بأكبر قدر من اليقظة حيانا القطع التي قد تكون ثمرة أعمال النهب المستمرات لتراث العراقي وذكرت بأن اليونسكو دعت مجلس الأمن الدولي إلى تبني قرار ينص على المنع الوقائي لأي اتجار بقطع تراثية عراقية وسورية بهدف مكافحة التهريب غير الشرعي وأوضحت بوكوفا أيضا أن اليونسكو تقسمت المعطيات وكل المعلومات الملائمة مع هيئة الأركان التي تشنوا ضربات جوية لتفادي قصف مواقع تاريخية وقد قامت السلطات العراقية بالأمر نفسه مشددة على أن مقاتل تنظيم الدولة الإسلامية سيطروا على العديد من القصور والمواقع لاستخدامها كقواعد أردغان يقول في الخطاب الذي ألقاه في الندوة العالمية التي أقامها الهلال الأخضر التركي حول مكافحة المخدرات بأن تنظيم الدولة لا علاقة له بالدين الإسلامي حيث نشر موقع حبرلار التركي تحت عنوان تنظيم الدولة لا علاقة له بالإسلام جاء فيه أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردغان أن الأديان السماوية لا تجيز الجرائم الوحشية وأن الإرهابيين يدعون ارتكابهم الجرائم باسم الدين وهم بعيدون عنه مؤكدا أن الذين يضيفون اسم الإسلام لهذه الأعمال الوحشية يقومون بذلك عن معرفة لتشويه الإسلام وإظهاره بمظهر راعي الإرهاب وإظهاره بأنه دين يدعو إلى العنف وأضف أردغان بأن هؤلاء المدرمي ليسوا كلهم مسلمين وأن من بينهم مدمني مخدرات وجناتا وقتل من الذين يحبون العنف ويبحثون عن المغامرات ولا يهمهم سبب ارتكابهم الجرائم بل ليكفيهم سكم الدماء والقيام بمذابح وفي خدام حديثه أكد أردغان على أنه لا يمكن القضاء على هؤلاء إلا بتجفيف مستنقعاتهم كما يجري مع الذباب التغيير في السياسة التركية بعدما نجحت أنقرة بإنقاذ رهائنها الذين كانوا محتجزين لدى تنظيم الدولة في مدينة الموصل العراقية وعن هذا التغيير نشرت صحيفة مليت التركية مقالا لسامي كوهين بعنوان استراتيجية أنقرة الجديدة حيال تنظيم الدولة الإسلامية جاء فيه تركيا تمتلك من الآن فصاعدا استراتيجية واضحة هي لكيفية التعامل مع تنظيم الدولة وذلك بحسب ما جاء على لسان رجب طيب أردغان الذي قال بأن أنقرة ستغير سياستها بشأن التعامل مع خطر تنظيم الدولة من أولويات هذه الاستراتيجية الجديدة إقامة مناطق حذر الطيران على طول الحدود السورية التركية إن لتبني أنقرة لهذه الاستراتيجية الجديدة التي تبقي الباب مفتوحا للخيارات العسكرية عدة أسباب أولا لأن المتضرر الأكبر من إرهاب تنظيم الدولة هو تركيا فأزمة اللجوء تأتي في مقدمة الأضرار التي لحقت بتركيا بالإضافة إلى تهديد تنظيم الدولة لأمن تركيا الداخلي والخارجي ثانيا إذا ما بقيت تركيا خارج هذا التحالف فإنها ستكون منعازلة وستفقد تأثيرها في المنطقة ثالثا إن إقامة مناطق آمنة داخل الأراضي السورية مرهونة على ما يبدو بمشاركة تركيا في هذا التحالف فالجانب التركي يصر على إقامة هذه المناطق لتخلص من أعباء اللاجئين التي فاقت تكاليفها المادية على الحكومة التركية حتى الآن فاقت 4.5 مليار دولار لهيك عن المشاكل الاجتماعية التي ظهرت مؤخرا نتيجة هذا النزوح رابعا على اعتبار أن تركيا من القوى الإقليمية الفاعلة في المنطقة وكونها حليفة أساسية في حلف النيتو فإن مسألة مشاركتها في هذه الحملة أمر لا مفر منه خامسا تتبنى الحكومة التركية فكرة الحل الجذري للتنظيمات الإرهابية في منطقات الشرق الأوسط فهي تدعي دائما أن المشكلة الحقيقية تكمل في الأنظمة الحاكمة في العراق وسوريا حيث تريد تغيير هذه الأنظمة بشتى الوسائل ولكي يتحقق هذا الهدف لابد من المشاركة في التحالف العسكري عندها تستطيع تركيا أن تفرض شروطها وآراءها حيال التغيير الذي سيحصل مع نهاية الحملة العسكرية تم الاتفاق على محاربة تنظيم الدولة خلال بضعة أيام في حينما يزال النقاش حول إمكانية ضرب مواقع الأسد ولو بالخطأ جاريا على قدم الوساق منذ ثلاث سنوات نشرت صحيفة عين المدينة مقالا بعنوان السوري المتشائم جافي نعم قلق السوريون حول النوايا الأممية بمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية وقلقهم مبرر ومخاوفهم في محلها فلا شيء يوحي بالثقة بمجتمع دولي كان شهدا متحجر القلب على حفلات قتلهم وتهجيرهم وخنقهم بالغاز من فعل هذا كان بشار الأسد والأولى في العقل وفي القانون وفي الأقلاق أي عقب هو أولا وقبل أي عقب المسجم الآخر المتمثل بالتنظيم ولكن أولويات السياسة شيء غير هذا يقول المتحمسون لضرب التنظيم من ساسة المعارضة السورية ويتوسع علماء السياسة هؤلاء بفائض من الشرح عن احتمال ما بتوسيع الضربة لتشمل مواقع ما لجيش الأسد ولو على سبيل الخطأ أو بالعكس أن يقوم الأسد في مكان ما في لحظة ما بارتكاب حماقة فيفور رأس العالم حين ذاك بغضبة تقتلع هذا النظام من جذره والواقع أن لا شيء تأكد حتى الآن حول مصير النظام فبالرغم من استبعاده فعلا من أي شراكة في حرب تنظيم الدولة فمن يكون الخاسر الأكبر والحال هذه سوى السوريون المغلبون على أمرهم الذين يخشون أن تتنوب طائرات التحالف والأسد عليهم ومن يكسب هما حتما التنظيم والنظام فالأول سيمكن إلى أن يتسرب الملل إلى مفاصل الطيارين الأمميين ثم ينقضى من جديد معززاً ببرهان عملي على أن ملة أعداء السنة واحدة والثاني سيتنفس الصعداء بزوال العاصفة ويستأنف هو الآخر أعمله الدموية بهمة أعلى وبرهان عملي أيضاً على أنه خير من يحارب الإرهاب ولكن للثورة رباً يحميها النظام المتهالك يمنع الأطباء من السفر ولكن في ظل النظام الفاسد كل شيء يمكن تدبيره نشر موقع عكس السير خبراً بعنوان نظام الأسد يمنع مغادرة الأطباء للبلاد إلى بموافقة أمنية جاء فيه أفدت مصادر في المعارضة السورية الداخلية أن نظام الأسد أصدر قراراً يمنع بموجبه الأطباء من مغادرة البلاد إلى بإذن المسبق من السلطات الأمنية في محاولة قالت عنها المصادر أنها تهدف لوقف العجز في نقص معدل الأطباء البشريين نتيجة الحرب الدائرة منذ ثلاث سنوات وأكدت المصادر أن السلطات الأسد لن تسمح الأطباء بمغادرة سوريا إلا بعد حصولهم على إذن مسبق من الأجهزة الأمنية وهو أمر معقد وصعب ويحتاج أحياناً لعدة أشهر وتعيدهم من مراكز الحدود والمطارات إن لم يكن معهم مثل هذه الموافقة مشيرة إلى وجود استثناءات لهذه الحالة تطال الأطباء الموالين للنظام أو من له أقارب أو معارف في الأمن وأجهزة الدولة العليا بحسب ما نقلت وكالة آكي الإيطالية وتعتبر نسبة الأطباء في سوريا قبل الثورة نسبة مرتفعة بحدود 15 طبيباً لكل ألف مواطن إلى أن استهداف النظام السوري للأطباء والمسعفين وهرب عدد كبير منهم إلى الخارج والهجرة إلى دول عربية وأوروبية قلل من هذه النسبة بشكل كبير ليس بعيداً عن الطب مرض إيبولا هو الشغل الشاغل للعالم فهل حقاً يمكن انتشاره بكل الوسائل بما فيها الهواء؟ صحيفة الرياض نشرت مقالة للدكتور خالد بن عبدالله المنيع بعنوان علماء يستبعدون قدرة إيبولا على الانتقال عبر الهواء جاء فيه يشهد فيروس إيبولا تحولاً سريعاً وهو يشق طريقاً للموت عبر المدن والبلدات والقرى في غرب أفريقيا غير أن هذه التغييرات الجينية لم تمنحوا حتى الآن القدرة على الانتشار عبر الهواء قال العديد من خبراء الفيروسات والأمراض المعدية أن احتمال تحول إيبولا إلى فيروس ينتقل عبر الهواء ليس مستحيلاً لكنه مستبعد إلى حد كبير وأوضح إيان جونز علم الفيروسات في جامعة ريدينغ في بريطانيا أن احتمال انتشار الوباء عبر الهواء يأتي في قاع قائمة الاحتمالات بشأن شكل إيبولا في المستقبل مضيفاً أنه احتمال لن يحدث أبداً وفق تعبيره وكان خبير بارز في الأمراض المعدية في الولايات المتحدة قد أثار ما خاوف من أن يكتسب الفيروس القدرة ساعة الانتقال عبر الهواء ليرسم بهذا السيناريو كارثياً عن انتقال الفيروس بين البشر بيسر وسلاسة مثل موجة الإنفلونزا مما يمكن أن يودي بحياة الملايين ومن جهته ذكر مايكل أوسترهولم مدير مركز أبحاث الأمراض المعدية والسياسات في ولاية مينيسوتسا الأمريكية أنه يعتقد أن خطر تحول فيروس إيبولا على نحو يمكنه الانتقال عبر الهواء هو خطر حقيقي مشاهدنا الكرام كم من الأخطار على البشرية أن تواجه كي تعيش بسلام وبالسلامي وأطيب المنى أودعكم أعزائي المشاهدين أينما كنتم على آمن لقاء جديد مع حديث الصحافة شكراً لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة